فخر الدين بن يوسف في الدقيقة أو الثواني الأخيرة أضاع الفوز والثلاث نقاط لمنتخب تونس أنتوا عارفين أضاع الفوز ليه؟ لأن الكبير أو الكبير مدير فني تونس الكبير مش عايز يكسب هو رايح في نيته التعادل باين كده من أول دقيقة رايح ياخد نقطة من موريتانيا في موريتانيا تخيلوا تونس رايح تتعادل في موريتانيا وموريتانيا مهزومة الثلاث نقاط بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تونس وموريتانيا أول نقطة تاخدها موريتانيا في المباراة الرابعة لها أول نقطة تاخدها من تونس اتهزموا الثلاث مطشات اللي فات وتهزموا من تونس المطش اللي فات لكن في مباراة لما تتفرج عليها كده من أول دقيقة تعرف المدير الفني أيل إيه اللي اللعيبة منزل الكبير أيل اللعيبة هتعادل هم مسافرين بالطيارة يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنروح نتعادل وواضح في الخطة بتاعته والطريقة ما فيش ما فيش ما فيش أي حاجة ما فيش أي أداة ما فيش أي تركاية بتتعامل حتى التغييرات التغييرات واحد مكان واحد وخلاص ما فيش ما فيش أي حاجة عموما هي مباراة شكلها عامل زي الكونفودرالية عارفين بطولة الكونفودرالية اللي هي أندية بتلعب نفس المستوى كده أو أي أندية الدرجة التانية يعني في تونس أو في مصر المغرب الجزار في دور الدرجة التانية والله في ماتشات في الدور الدرجة التانية أحسن من الماتش اللي احنا شوفنا شوية شوية شود التاني اتحسن اللعب شوية لكن كأداء مباراة سيء جدا فاروق بن مصطفى أنقذ تونس من هدف هدف هو هدف يعني أنا قلت دخل الشبكة الراجل بقدي الشمال إنقاذ ستوري من فاروق بن مصطفى أنقذ تونس من هدف أنه لما تبقى في الأرض السيئة دي والأرض هي اللي بتتحكم فيك واحد يجي يقول لي أنت ليه يا كابتن ظالم كده دي تونس الأرض وحش طب مش معنى الجزيرة هايل مش معنى الجزيرة نجم المباراة مش بيلعب على نفس الأرض ولا دي أرض تانية اللي بيلعب عليها الجزيرة الجزيرة روحه بيتحرك وبيحفظ على قرطه عنده شراشة فيه روح مختلفة عن زميله آه ممكن السيئة نشوفه فترات ساسي فترات معلول بنشوفه على فترات طيب يعني فيه كوركت بتتنقل طب ليه ما تلعبش تسعين ديقاء كده يا جماعة والله باين المدير الفني لما بيجتمع في الخطة قبل المباراة وبعد العشاء بيجتمع باللعيبة كلامه بيبان اسلوبه في الكلام بيبان هو عايز نقطة لو في الحزبان على الورق آه يقولك تسع نقاط وخدنا النقطة العشرة نكسب المدشر على أرضنا يبقى احنا نبقى أول بكل سهولة لكن كشخصية ككيان ككرامة أداء لتونس عندهم كبرياء كبرياء تونس ما ينفعش تروح تلعب على التعادل مع موريتانيا مع احترامي طبعا لموريتانيا أنا بتكلم على قرط القضاء ما ينفعش تروح تلعب على التعادل خصوصا لموريتانيا لعبوا ثلاث ماتشات سفر من النقاط ياخدوا منها كتا نقطة الماتش مفوش كلام كتير عايز تشوف أسعار لعيبة تونس الأسعار اللي بيلعب في الخليج اللي بيلعب في مصر ده اللعيبة التوانسة اللي في الملعب النهاردة معلول وساسي والناس دي في مصر عندنا ما شاء الله ما شاء الله يعني بيعدي التلاتين مليون لا عايز زيادة وعايز أزياد يعني الزمالك هيجنن ورا ساسي عشان العقد وساسي راح الخليج معلول بقال له سنم جنن الناد الأهلي لا عايز زيادة عايز زيادة لما تيجي تشوف الأداء النهاردة باللعيبة موريتانيا واللعيبة تونس ما تقولش الفرق الفلوس دي هتقول اللي تنزي بعض بصراحة يعني أداء ما يطمنش من تفكير المدرب تعرف لما يكون فيه روح ويروح على المرمى وأداء هنقولك الأرض وحشة لكن لما تبقى واقف سلبي واحد بس هو اللي بيجري بيتحرك الجزيري والجزيري واضح ده المعلق مع احترامي لي اللي بيزيعي المباراة أنا تفرجته على المباراة على النت المعلق واضح طبعا ما عندوش فكرة عن الكرة خالص ربنا يهديله حاله لكن تخيل قال الجزيري أحسن واحد يعني لما طلعت منك قلت يعني الحمد لله ربنا هدك بجملة مفيدة يعني الجزيري طب طب أنا مش معنا الجزيري ما هي نفس الأرض ونفس الملعب ونفس الأرضية السيئة الجزيري كان بيتحرك ويستلم وفعال ما شفناش أي فعالية ما شفناش أي فعالية خالص هي القرى للانفراد الأخير بتاع فخر الدين اللي عايز يعملها في البعيدة وفتحت منه كده وجات من جنب العرضة آآ مباراة للنسيان لكن الجمهور مش هينسى المباراة دي الموديل الفني ما ينفعش تلعب بعد انت عشان نيتك تلعب على التعادل ربنا ما قرمكش بالانفراد ده الانفراد ده مية في المية هدف فخر الدين يجيبه فخر الدين هدف لعيب كويس هدف بس ربنا ما يرداش لأنكت بتلعب المباراة فنيتك تعادل فاتعدلت آآ أنا بتكلم عن الموديل الفني منزل الكبير فنيته والخطته عايزين ناخد نقطة بالمطش ده ونرجع فاللعيبة حسد بالموديل الفني فده كان أداءهم النهاردة لما جات له فرصة في الآخر هيفوز ربنا عادل ما برداش بالظلم بصراحة ما كانش يستحق وياخدوا التلات نقاط بالهدف اللي صده فاروق من مصطفى لا ما يستحقوش يعني يعني حق ربنا شطة الأولية طلع واحد سفر لولا فاروق من مصطفى الصده الأسطورية اللي صدها آآ شرفني باشتراكك في القناة وإعمل لايك للفيديو شكرا